يا أحمد بالله عندي لوم حتى على المكلفة بالأعلام في ترجفة تونس اللي هي فريد المحمودي عندي لوم عليها شديد اللهجة خلينا حتى نقول كيدي صحافي في الكونفيرونس دي بريس يسأل سكندر القصري علش معتز الزدين متوقاي غايبين أورليست على المقابلة لما ما ما تقولوش ما نسألوش خارج المقابلة هذي نحكي يسأل فيك على المقابلة بحد ذاتها قالك زوزم لاعبية غايبين على المقابلة ما تقولوش للمدربة متاعك ما نجاوبوش على أسألة خارج المقابلة خاطر السؤال هذا في المقابلة في حد ذاتها ما احترامي حتى الاسكندر القصري اختيارة فنية اختيارة فنية هذا المكان المفروض يجاوب عليهم ويوضح ويوضح ويقص نزيع هل هو اختيار فني وقال له اختيار تأديبي خاطر دارت في برشة بجد اختيار تأديبي اللي سميتها السيدة ذهل قاعدت تتجاوز في مصالحها في برشة حاجات كتمشي لصحافي وإلا المستور تقولوش بيك مركز على أفلام في التصوير وإلا تركز على أفلتين من غير ما نسمي هي كي تفاهمتني لهنا مايش خدم تكره اللهي للأسف سلام انا اذا كان بش نحكي على المكلفة بالاتصال في الترجلية التونسي بش تولي فما نوع من تصفية الحسابات الشخصية بيني وبينها لكن انا نتسائل شنية جمع وجود شنية وجود مكلف بالإعلام في ندوة صحفي هذه بدعة تونسية يعني عمري مريطة في النوادي الأجنبية يخرج غورديولا والكلوب ولا حتى في النوادي العربي اللهم إذا كان يطلع معك مترجل لا والله أسبب شي ضحك تقول له شبيل ملاعبية موش أورليست يقول لك اسألني كان على الماتش يا نسأل فيك على الماتش ما عش نسأل فيك صدقني يا إسلام أكثر من الأشياء التي تذر الترجلية التونسي هي هذه النوع من التصرفات وكأن الترجلية التونسي فريق مقدس الناس لا تسألش على غياب ملاعبية ولا تسألش على خطات تاكديكية ولا تحكيش على المدرب ولا تحكيش على الإدارة أخيانة شنال أبريتو الترجلية التوسي ولا غير من هالجمعيات هي جمعية رياضية هي شنال أخي هي شنو الغاية من إحداث جمعيات رياضية كي نحكيه نحكيه معناتها يزمنا نرجعوه أحنا ساعات للواقع ونسنا نتسألوا هي جمعيات رياضية شنالية سمحني هي جمعية رياضية مقدسة بينك شي انتي الجمعية الرياضية هي اللي هي اللي معنى تتوكل فينا ولا تشرب فينا وقال لي هي اللي معنى تدفع على البلاد وقال لي رب حين نعطينا الملاعبية في التصريحات وخاصري ما نعطيهش الملاعبية لا وحق اسلام من حق سائز جمهور زيد الاسبيرانس تاريجي يسمع الملاعبية اه انو يعرف المعلومة وحكيناها هذي قبل قلنا شنو معناه واحد مكلف بالعلام والاخر ناطق رسمي وحكيتها نقبل معنى الساعات التدخل في الادوار هذيه وكثرت الاعلام هذيه واللي فريمو مفهمش اعلام اليوم في الاسبيرانس اليوم مفهمش المعلومة قبل اللي حكينا على التسكير والابواب المغلقة اللي سايره في التاريجي على مستوى الانتدابات باش نكونوا واضحين ارهو اه تارق باش نعطيه كل حق حق كل ذي حق حق ورهو وليد قريفال الاناتق رسمي وين نكلموه الحق الانقاء عنده المعلومة اللازمة نحن نحكيوه على السياسة اخرى بتاع التسريحات والحكيات بعض المقابلات ساعات ساعات اسلام ارهو كي تعطيك تسريح مش في بلاستو ولا ما تعطيكش تبرير مثلا السؤال كيف نهذايا هنا جمعية تدخل في الدوت يفتح المجال التأويل انتي مفروس تجاوب وتخطع الشك اسلام الفريق الوحيد كي يخسر ما يعطيش تسريحات بعض الماتش هو التاريجي ريدي تونسي ارغم اني قناة الوطنية قناة مالكي الحقوق لكن عندما ينهزم الترجلية التونسية لا يعطيش تسريح وقت اللي فما موسيقى إسماني أحمد مش كان التراجي يزادها راو فار بشها جمعيات الأغلب الحاق والأغلب التراجي الأغلب التراجي يخسروا راو وميحبوش لماذا يتعاملوا معاك بيتعامل أنا معاك وزينة انتع جماعي أنا أي جماعية تبدأ عندها مشكلة تخبيها تبا ليه وزينة انتع شنوخ يعملوا في النووي يوماش نوالك وزينة انتع جماعي رياضي اشخرجوا وشخرجوا وشخرجوا وزديهم تعارق قوليك أس بفلدي أولا توغاي وزديهم تعارقوا توغاي يقولوا تعارقوا في السيانس دون ترامو لا لا مش صحيح انت عنك معلومة لا لا أنا عندي المعلومة مش صحيح وهم قالوا كشفت هذه بيها صارت مونة وشح قالوا ما نحبش كان معلومة ثابتة قولي كان معلومة من ثابتة وانت معنش معلومة ثابتة لا لا مش صحيح انت جلاس يا بط بشي رباح ترانجي معنى توغاي على البنك واضحة وزديهم حاجة عادية إذا كان ممشيش رسوسة عشي حاجة ثانية شنوه ما نفعتك انت كي علام مش تعرف شنوه صار الدخل صارت روح بالفعل معنى توغى انت ثلاثة راشلة ذي تونسي بعد نشوت لانتي صار يخرج سكندر قصري يحكي على مشاكل يا مختار من فرد اسمعني عشقوي ما قلتلكش حكي لي قولي تعارقوا قولي عايش غايبين قولي أسباب تأديبي قولي أسباب فنية متقل ليش تفاصيل مسيحش متقل ليش تفاصيل أموش من حقي تقولي ما نحكي ما نحكي كان عن مبارات مايش مبارات نحكي فيك عن مبارات أنا بطبيعة قاعد قولي اختلاف فنية اليوم شوفهمش قولي أسباب تأديبي ما انتو تخليش في التفاصيل ما تسنصرش الصحفيين ما عندكش حق تسنصر في الصحفيين هو في الترجري توسي فما النوع من التعالي يعني كأنه كي مش عتيك انتي ديكلاراسيون وتنور ولا ملاعبي كأنه عامل علي كمزية كي ترجري توسي كي ترجري أكثر من أكثر